انتي عيشتي حياتي كلها ممكن اقول بتسامحي او ما بتوجهيش بتتجاهل اما لكنت تخني مع مين مع نفسي ولا اتنين في بعض انا اكتر من اتنين في بعض انا حسب والله يعني انا غدتش بحاول اتعرف عليك يعني ادراتي في اتنين اه اكتر في اتنين لسه التالت حياتي لا اكتر لا اكتر يعني انا عينتي يوم تخني تخني مع نفسك اتخني مع نفسي جدا ليه او تلاقيني رحت فجأة طلعة طلعة غريبة انا ولادي يقولولي ماما احنا مش عارفين انتي يعني انتي امتى ليه احنا مش عارفيني ماما ارد فعلك هتعمل الحاجة الكبيرة قوي تلاقيني هادية بسيطة يعملوا حاجة بسيطة تلاقيني اي حاجة ممكن اكسرها التراكم اللي جواكي ده كل ده عشان التراكمات اللي لا حسب الموقف لما يكون موقف جامد سبحانك يا رب بيخديني افكر بعالي لما يكون موقف هاي فبتلاقيني انا مرة كسرت الباب على ابني عشان مفتحش اتخضيت عليه ما انا مجنونة الاكرة الاكرة تراعت الاكرة تراعت في ايدي مش تراعت عادي اتقطمت يعني يعني انت في اللحظة دي بتمي عنيفة جدا جدا وسبحان الله الطاقة دي بتيجي بدين انا معرفش كان زي ما عند وقت ما فيش ناس كتيرة جدا بيقولولك ان بور من ضمن صفات برج العزراء هو برج مسيطر ولا يزهر السيطرة صح؟ يعني كل بيمشي بقراراتك وحركاتك وانتي قاد عالكنبة انا اعرف روحي نفس الكنبة اللي عادينا عليها سما انا اعرف عاية اهو يعني هل ده صح؟ ولا بيعبروني لا خالص انتي تقدري تسيطة انتي تقدري تحرك البيت كله وانتي عاد على مكان في مكانك على الكنبة انا كده شكيت اللي انا عزراء لاني انا لأ بالعكس مش عارب بزمتك يا شيخ بزمتك يا شيخ طب اذا كان الولادي بيحكي له بيحكي بيقولي اسرارهم انتي تبيعرفاها طبعا صح؟ طبعا عارفاها من النظرة والدخلة دخل ما بقولهمش ببقى عارفة ده قوة ان انتي عارفة كل الحاجات وانتي عارفة وهم مش عارفين انك عارفة وبتحلها لهم بس بس لهم هم ما يعرفوش اللي انا عارفة ده زكاء على فكرة وبينتي لحد دلوقتي ما تعرفش قطر ما كان بتروح جامعة او سنوي انا بينتي بتدي تتحرك لوحدها في الجامعة انا لحد السنوية عامة كنت بواديها واقعد استنى مش عشان حاجة انا كده مخي كده عشان ما تركبش تكسر وحدها عشان ما بتدي تسوق عربية في الجامعة بقى خلاص في الجامعة بقى بتتتسبها لكن بنتي ما اذا كان انت كسابت الأكرة على ابنك ده تقاطبت الأكرة تشوف العصبية يعني شفتي قوة هو كان رد تعلو ايه بقى يا حبيبي هو اتخذ طبعا لست المجنونة دي ما بيقولولي احنا مش عارفين رد فعلك يعني يا ماما احنا عايزين نتكلم مش عارفين رد فعلك انت في الحاجات الكبيرة التجاهل مش التجاهل بحلها بدوق بحلها بدوق حاجات يعني حاجات بسيطة قوي مثلا اندهله مثلا ميردش حاجات هايفة مثلا تلاقيني عصبية جدا جدا ومتنرفزة وممكن فجأة تلاقي الصوت ده طلع منين ما تعرف